السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشبطة الميزانية الجزء التاني في شبطة الميزانية هنتكلم على بعض التعريفات الهمة اولا هنعرف الميزانية الميزانية هو ايجاد ارتفاع وانخفاض اي نقطة زي ما اتفقنا عن مستوى مقارنة ثابت الحاجة التانية في تعريف برضو الميزانية ممكن اجيب الفرق في الاليفيشن او الفرق في الارتفاع ما بين النقاط وبعدها نمرت اتنين الفيرتكال لاين الخط الراسي الخط الراسي لو جيت عند اي نقطة على سطح الارض كده وقلت والله اتجاه الجاذبية الارضية في النقطة دي هو ده الفيرتكال لاين الليفل سيرفس ايه هو الليفل سيرفس يوم يقول لي الليفل سيرفس هو الجزء المنحني ده ده الليفل سيرفس هو السطح الذي يمر بجميع النقاط ذات الارتفاع الواحد ده بنسميه الليفل سيرفس وليه سطح لانه سطح منحني طيب الليفل لاين هو نفسه لاين الليفل سيرفس ده بس هو لاين كيرفد لاين وليس ستريت لاين هو كيرفد لاين الهروزونطال لاين ايه الهروزونطال لاين واakh الفرق بينه وبين الليفل لاين الهروزونطال لاين انا عندي الفيرتكال لاين اللي هو الاتجاه الجاذبية لو جيت عندي نقطة ايه اللي هي النقطة اللي انا أخدت عندها الديريكشن the vertical ورسمت خط عمودي عليه يبقى هو ده الhorizontal line يبقى الخط الأفقي والخط العمودي على الخط الرأسي لأننا نعرف العمودي الرأسي عمودي على الأفقي فالخط الأفقي هو العمودي عليه ده اللي بيسموه الhorizontal line الhorizontal line خلاص الhorizontal line خلاص وبعدين الvertical data يعني ايه vertical data data معناها مستوى مقارنة vertical data مستوى مقارنة السابت اللي هو السطح ده اللي هو أقرب ما يكون إلى الجهيد ايه هو الجهيد الجهيد هو خط تساوي الجهد اللي قيمة الجهد عنده تقريبا تساوي سفر والجهيد أقرب ما يكون إلى متوسط منصوب سطح المية اللي احنا بنسميه المين سيليفل عشان كده الvertical data بعد كده لما نيجي نتعرف عليه هنسميه المين سيليفل او الام اس ال اختصار كلمة مين سيليفل الاليفيشن الاليفيشن معناها ايه الارتفاع وقد يكون الاليفيشن موجب أو سالب الارتفاع مش بالضرورة موجب الاليفيشن بتاع اي نقطة هو ارتفاع هذه النقطة او انقفاضها عن مستوى المقارنة السابت ومستوى المقارنة السابت اللي احنا اتفقنا عليه الى الان هو اسمه الجهيد المين سيليفل هو متوسط منسوب سطح المية عند اي بناء اللي هو الجهيد بس عندي مينة محددة كل دولة من دول العالم بتختار لنفسها المين سيليفل الخاص بيها بتقول والله انا المين سيليفل بتاعي في مصر مثلا هو متوسط منسوب سطح المية عند بناء الاسكندرية طب هنا في المملكة العربية السعودية هو متوسط منسوب سطح البحر الاحمر عند ميناء جدة طبعا المملكة العربية السعودية عندها ساحل طويل جدا حوالين البحر الاحمر وليها شاطئ تاني عند بحر العرب المملكة اختارت ان المين سيليفل بتاعها يكون عند جدة خلاص بس لازم تبلغ العالم كله بان انا المين سيليفل بتاعي المكان الفلال البنشمارك البنشمارك هو نقطة مع حددة المنسوب او معلومة المنسوب تحدد بوسط حاجة بنسميها الهيئة المساحة الخاصة بالبلغ التمبراري بنشمارك دي نقطة منسوبها مفروض او معلوم بتبقى تمبراري يعني مؤقتها خاصة بالموقع في الجزء ده فقط وده مهندز الموقع هو اللي بيحددها او المؤول الموجود الهيئة الفنسترونت ارتفاع حط النظر عن مستوى المقارنة الباكسايت القراعة الخلفية باللغة العربية الباكسايت هي قراءة القامة الموضوعة فوق مقطة معلومة المنسوب وهذه المقطة غالبا ما تكون خلف اتجاه السير يبقى لازم يتحقق فيها شرطين الشرط الاولاني انها تكون معلومة المنسوب الشرط التاني لازم تكون عكس اتجاه السير الفورسايت هي قراءة القامة الموضوعة فوق مقطة غير معلومة المنسوب بشرط ان ينقل الجهاز بعدها مباشرة طيب وزا ما تنعلش الجهاز بعدها ما يبقاش اسمها فورسايت طيب الانترميديا السايت ما بين الفور والباكس ممكن ناخد مجموعة ارايات هذه الاريات غالبا تسعين في المية بتبقى على نقاط غير معلومة المنسوب الفرق بينها وبين الفورسايت ان انا عند الانترميديا ما بنقلش الجهاز يعني باخد الاستاف رقم واحد وبعدين اتنين تلاتة اربعة لغاية طيب ما وصل الى اقصى مجال ادارت اشوف مجموعة الاستافز اللي في النص ديت الاريات اللي عليها بنسميها الانترميديا سايت طيب لو جينا نعرف الانترميديا سايت نول هي ايه نول هي قراءة القامة الموضوعة فوحنوطة غير معلومة المنسوب بشرط الا ينقل الجهاز بعده في بعض الكتب بتقول لا انا مش هخش في التعريفات الجامدة ديت انا هعرف الانترميديا سايت بانها اي اقراءة لا ينطبق عليها قوانين الفور او الباك اي اراية لاي فور ولاي باكي بس مايه انترميدا الريديوز ليفل ده هو الارتفاع او الانخفاض عن مستوى المقارنة وهي نفسها كلمة الاليفيشن الديتام اي سطح مقارنة ثابت ده بنسميه ديتام الاسيوم دي ديتام اي سطح مقارنة مفروض انا هنا بفترضه وما هو الثابت ولا حاجة انا اللي بفترضه في لوكيشن محدد او في مكان محدد وبعد كده بلغيه خالص الشينجينج بوينت او الترانسفير بوينت او الترنينج بوينت في بعض الكتب بتسميها كده هي نقطة بيتاخد عليها فور وباك في الوقت واحد بس باخد الفور الاول وبعدين الباك الاليفيشن of the instrument من ارتفاع الجهاز الاسطاف والتأسيب بتاعها او التدريج بتاعها فيه الاسطاف ديت او القراءات ديت وفيه القراءات ديت ده النظام اللي موجود عندنا في معمل المساحة اللي احنا بنسميها الاسطاف الاسطاف اولا هي عبارة عن مصطرة مدرجة تستخدم في الفيلد لاخذ القراءات عليها المصطرة دي ليها لمت لها حدود الحد الادنى ليها اتنين متر والحد الاقصى ليها خمسة متر لو جينا للمصطرة ديت هتلاقي ان المصنع اللي صنع المصطرة ديت تقسمها فمسك المتر مثلا المتر الاولاني او المتر التاني وقسمه الى عشر اقصام المسافة من هنا لغايت هنا ده قسم من هنا ده قسم تاني وهكذا كل قسم يعني لو جينا هنا دي 0.4 وده 0.5 ما بين 4 و 5 شوفوا وقسم كم قسم اعد معايا كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر قسم عشر اقصام يبقى هو اولا خد المتر اللي لونه اسود ده وقسمه عشر اقصام يبقى كل قسم يساوي واحد على عشر من المتر اللي هو الديسي متر اللي هو عشر سنتي يبقى كأن المسافة دي كده على بعضها واحد ديسي متر اللي هي ما بين اربعة وخمسة او ما بين قمسة وستة او ما بين ستة وسبعة سبعة وثمانية وهكذا كويس ورحواخد الواحد ديسي متر ديت هنا او هنا وقسمها عشر اقصام صغيرين زي ما اتفقنا بس ما كتبش عليها يبقى كل مربع صغير هده سواء كان لونه سويد او ابيض هو قيمة وقديه واحد سنتي المسطرة دي لانها قادي هنا حرف الاي اهو وده حرف الاي المقلوب برضو هي هي يقوموا يسموا المسطرة دي الاي سطاف او المسطرة التي تأخذ شكل حرف الاي لو جينا هنا لو جينا الاراية مثلا هنا تتقري كاما تقول لي اتن متر تسعين لان هنا بالظبط لو كانت هنا اتن متر واحد وتسعين طيب الاراية جات هنا نقول دي اتن متر تسعين نعد رقا واحد وتسعين تلاتة وتسعين اربعة وتسعين خمسة وتسعين يبقى الاراية اتن متر خمسة وتسعين طيب جات لي هنا اجيب الاراية ازاي اقول طيب والله من هنا اتن متر تسعين طيب واحد وتسعين اتن وتسعين هي ما بين الاتن وتسعين والتلاتة وتسعين بس اهرب الى الاتن وتسعين او ما اقول والله اتن متر اتن وتسعين والحتة دي بيت تقريب كده تلاتة من عشرة مش خمسة من عشرة طيب لو المصدر جت هنا اقول مبدئيا لو جت هنا كده تلاتة متر طيب هنا تلاتة متر بوينت زيرو طيب الحتة دي تلاتة ايه بها تلاتة متر بوينت زيرو زيرو خمس خلصنا من طريقة قراءة المصدر دي طبعا قراءة المصدر بس انا كنت هنا مكبرها شوية عشان نعرف نشرح عليها